تفعيل مبادرة الوساطة الجزائرية ودورها في أزمة النيجر وتغير في موقف المجلس العسكر الحاكم قد تلخصه الزيارة المفاجئة وتصريحات باكاري يوسانغاري وزير خارجيتها عقب لقائه بوزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف التي أثنى من خلالها على جهود الجزائر الجزائر تقف مع النيجر وهذه ليست المرة الأولى فقد كانت دائما بجوارنا في مختلف الأزمات التي شهدتها النيجر في السابق الجزائر لعبت دورا مهما في حل الأزمات وكنا دائما مرتاحين للكيفية التي تتوسط بها الجزائر إذ تقوم بخطوات مهمة كلما واجهنا أزمة في النيجر زيارة باكاري للجزائر تأتي بعد تجميد الجزائر لوسطتها على خلفية تحفظ المجلس العسكري شهر أكتوبر الماضي على بعض بنود الوساطة الجزائرية لحل الأزمة في النيجر عقب انقلاب يوليو الماضي ضد الرئيس بازوم زيارة وزير خارجية النيجر صونغاري إلى الجزائر تدخل في سياق تجاوز التفاهم الذي وقع بين الجزائر وبين نيامي سابقا وبالتالي هذه الزيارة هي إعادة لبعث لمبادرة الجزائر لإيجاد تسوية سياسية والخروج من هذه المرحلة الانتقالية في النيجر عبر تعيين شخصية مدانية وعبر مؤتمر دولي لمساعدة النيجر وعبر ترتيبات تضمن عدم إقصاء طرف النيجر حتى لا تعود الإشكالات في وقت لاحق وكانت الجزائر اقترحت في مشروع المبادرة ستة أشهر فترة انتقالية للعودة إلى المسار الدستوري والسياسي للبلاد كما لعبت الجزائر جهودا مكثفة لمنع التدخل العسكري من قبل دول الإكواس على النيجر التي تتقاسم حدودا مشتركة مع الجزائر لنحو ألف كيلومتر خشية اشتعال الحرب بمنطقة الساحل زيارة وزير خارجية النيجر للجزائر قد تنعش مبادرة الوساطة الجزائرية من جديد وفق مراقبين مع توقع تحرك دبلوماسي جزائر خلال الأسبوع المقبلة بين مختلف المكونات النيجرية ومع باقي دول الإكواس لنزع فتل أزمة النيجر محمد جرادا المشهد الجزائر